أهلا بحضراتكم وكل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة وكل أقباط مصر في الداخل وفي خارج مصر بكل خير مبارح والنهاردة بنتابع احتفالات الأقباط في كل الكنائس وكنائسة القيامة في القدس باحتفالات عيد القيامة بالمناسبة دي سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد ودون الرئيس عبر حسابه الرسمي على فيسبوك هذه التدوينة كل عام وكل أقباط مصر بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد كل عام والمصريين هم القدوة والمثل في التآخي والتعايش سائلين الله أن يديم على الوطن وحدته وأن يشمل أبنائه بحفظه ورعايته وأن يمن علينا بالخير والبركات والازدهار رسالة مهمة جدا من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل أقباط مصر في الداخل والخارج كعته طبعا بيأكد فيها على وحدة النسيج المجتمعي مسلمين ومسيحيين ويمكن ظاهر أمام حضراتكم كلنا تابعنا من خلال وسائل التواصل كل المصريين بيهنوا بعض بيعيد القيامة لا فرق بين مسلم ومسيحي الكل تبادل التهنيئة مع أصدقائه ومع إخوانه الأقباط والمسيحيين بمناسبة عيد القيامة طبعا بالتالي كمان في بكرة أجازة رسمي كمان اللي هي الاثنين عيد شم أو مناسبة شم النسيم المصريين كلها بتنزل تحتفل باليوم ده في الجناين والحدائق والمتنزهات ويمكن كل الجهات المعنية في هذا الإطار عمل كل استعداداتها لخروج المواطنين للحدائق والمتنزهات ومن نسبة الرسالة اللي بعت بها الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة لإخواتنا الأقباط لقت ترحيب من الجميع وعلى رأسهم طبعا قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية اللي أكد فيها أنه دي رسالة سلام وأن السلام عشان يتحقق في المجتمعات وفي الدول لابد من المحبة والمحبة لها مفاتيح كتير من أهمها هي مفتاح أو هدية الوقت زي ما أشار البابا توادرس ندي لبعضنا وقت من وقتنا نهني بعض فيه نفرح كلنا ونصبح كلنا في حالة من التقاخي والترابط كما هو معتاد دائما داخل مصر من وحدة النسيج الواحد